على الرغم من محاولات رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان التهوين من تداعيات قضية الفساد المالي والرشوة التي تعصف بتركيا هذه الأيام فإن حديث وزير البيئة وتخطيط المدن أردوغان بيراقدار عن إرغامه على الاستقالة من الحكومة ومن البرلمان من قبل أردوغان يشير إلى تصدع في صفوف الحكومة وأن مرحلة عسيرة تنتظرها وفق مراقبين تصريحات أردوغان البيراك ووزير البيئة كانت تصريحات خطيرة جدا ونحن قابلنا هذه التصريحات أول مرة في تاريخ حزب العدالة والتنمية وهذا يشير سيكون هناك تصدع بدأت في حزب العدالة والتنمية قد يكون هناك استقالات أخرى استقالة بيراقدار جاءت بعد ساعات قليلة من استقالة وزيري الاقتصاد ظفر شاغليان والداخلية معمر قولر لتكون أكبر نقطة تحول في قضية الفساد المالي والرشوة وقعت تلك الاستقالات قبل ساعات من تعديل وزاري كان قد أعلن عنه أردوغان في وقت سابق طوال الأحد أشر عاما الماضية وجهت إلينا بعض الاتهامات والافتراءات وتشويه الصمع من وقت لآخر لم نتردد أبدا في الحفاظ على نظافة سجلنا ومن أجل ذلك أخرجنا الفاسدين من صفوفنا ويتردد في كواليس البرلمان التركي أن المعارضة وفي مقدمها حزب الشعب الجمهوري تستعد للتقدم بطالب لفتح ما تسميها بملفات فساد الحكومة في الأعوام الأحد عشر الماضية وهي عمر حكومة حزب العدالة والتنمية وكانت المعارضة التي تدعو إلى استقالة الحكومة قد رحبت باستقالة الوزراء الثلاثة وقد وجهت لابني وزيري الداخلية قولر والاقتصاد شغليان تهم الضلوع في قضية الفساد المالي والرشوة ضمن أربعة وعشرين متهما في القضية أما ابن وزير البيئة وتخطيط المدن الذي اعتقل في بداية الكشف عن القضية فقد أفرج عنه بعد التحقيق معه قد تكون هذه القضية أصعبا تمتان تمر به حكومة حزب العدالة والتنمية منذ قدومها إلى سدة الحكم قبل أحد عشر عاما وفي ظل التطورات المتلاحقة فإن بعض المراقبين لا يستبعدون استقالات جديدة سواء في الحكومة أم في الحزب الحاكم من اسطنبول عبد الناصر سنجي بي بي سي ترجمة نانسي قنقر